الصيام مضاد فيروسات أول يا حبيبي الصيام مضاد سرطاني أول يا حبيبي مقوة مناعة أول يا حبيبي الصيام بيرفع growth hormone تألفين في المية يا حضرتك الصيام ده اكتشف الصيام المتقطع ما بالك اللي هو weight fasting اللي هو اللي فيه ميا وشاي وقهوة إنما ده dry fasting بتاع الإسلام ده تلت أضعاف الفوائد في الصيام اللي اللي رسائل الدنيا والآخرة ده الوقت يتكلموا على فايدة الصيام يأتي حد من المسلمين يقول للمسلمين الصيام اللي هيضيق لا صيامة في الوباء لا يا حبيبي لا نصوم في الوباء حضرتك لأن في الوباء نحتاج المناعة ومش محتاجين ناكل سكر وجلوتين طول الوقت ومحتاجين الاوتوفاج يشتغل ومحتاجين المناعة تزيد ومحتاجين مقاومة الإنسولين تقل ومحتاجين الجروت هرموني يعلى ونحاوز على الكتلة العضلية ومحتاجين أن الجسم يجدد نفسه نفسه ده الصيام المسلمين أو الصيام المتقطع لغير المسلمين ده أنا لو مش في رمضان دلوقتي هقول للناس صوموا صوموا عشان تحرجوا تقووا المناعة شوف رجعت الأول نقطة المناعة ثم المناعة ثم المناعة علاقة الاوتوفيجي اللي هو الجسم يأكل الخلايا السرطانية والخلايا الفيروسية والخلايا البيضة والفاستنج أو الصيام الإسلامي علاقة من أيام الجيزة مع بعض هاتش تحك عليكم يقول لهم لا تصوموا عشان الوباء ما توقفوا الصالح أحسن ووقفوا الدين الإسلام ما توقفوا المسلمين أجازة من الدين شهرين ثلاثة خلوا الناس تزقطت وتهيص كلام الفارغ بلد الأظهر يتقال فيها كده ده بلد الأظهر بلد الأظهر بلد الأظهر ما يتقالش فيها كده ما ينفعش ما ينفعش الله عنا تنرفست بلد الأظهر يتقال ما تصوموا في الوباء ومشيخ الأظهر ما تعملوا ما تعملوا ثقة الشيخ الأظهر عمياء رجل اللي حسابه من الصالحين أكيد مش هيسكت أكيد هيقول أهواء أعتقد رد شيخ الأظهر ولكن أنا كأظهري خدتني سيدوني فرسيتي بقى